يقول أنا تعوت لما أتوضى أقول بسم الله الرحمن الرحيم عموما يا أبو محمد بارك الله فيك ما عليك شيء إن شاء الله لكن عود لسانك على التسمية وإن كان بعض العلماء يرى بأن التسمية تطلق على البسملة أيضا لكن الذي يظهر بأن جملة الرحمن الرحيم لا يناسب ذكرها في دخول الخلاء لا يناسب ذكرها عند بداية الأكل لا يناسب ذكرها عند بداية الجماع وإنما يقول الإنسان بسم الله هذه تسمى التسمية أما بسم الله الرحمن الرحيم فتسمى البسملة لكن عموما ما عليك شيء ولكن عود لسانك على بسم الله كما تعودت على البسملة